هذا كان يمكره السلف فقال من غير تفسير الله ولا تكيف التكيف هو نسبة كيفية لهذه الصفة في المثال يطبيق المقاطر فالراسي عندما فسرق الله سبحانه وتعالى في السماء قال ، كونه في السماء يقتضي كون السماء مخطئن به ملاحقا من الذي قال لك ذلك انت جعلت لله مساء متعالى كيفيت استمتمyang وجعلت لكونه في السماء كيفية من عندك فقلت يقتضي كون السماء مخطئن به فهذه ه اختراعها من عنده فهذا هو التكيف هذا لا نقوله ولا يقوله واحد من اهل سننا وانما نقوله ان الله سبحانه وتعالى في السماء يعني سرلوا ان الله سبحانه وتعالى ثبت بالكتاب والسنة واقوال الصحابة والاجماع ان الله سبحانه وتعالى سبقى عشر فالراجل عندما تلم عن هذه الآية ترى هو ما عبي كفرها يا جماعة لا تفهموا غلط هو عبي نقول كلام الكفار لا لا يا ربي كلام اشنع من كلام الكفار اشنع من كلام اليهود والنصارى اللي هو كلام الفخر الرازح ما عبي كفر الزنبه اخر تزيين كنا ايش عامل رد كان هو الرجل عامل حال من دعاة تقريب الاديان كأنه انتو الاشاعره مكفرة كم من يشوف فيقول قوله في السماء يمسضي قول السماء يمسضي قول السماء يمسضي من جميع الجوان فيقوله اصغر من السماء والسماء اصغر من العرش بكثير فيلزم ان يكون الله تعالى شيئا حقيرا بالنسبة للعرش نعوذ بالله من هو من كلامه هذا الرازح يقول ابن المبارك اننا نستجيز وان نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستجيز وان نحكي كلام الجميع وذلك لجناعة كلامهم كما رأيتم وكلام الرازح يقول شيئا حقيرا وهذه صفات حقير اولا بها من قبلها نعوذ بالله يعني الرازح اولا كافر تانيا حقير تزلم يا اخي ايش بتربيت بتربيت داعش ايش بدي يطلع معك اكترون هيك هذا تكيف لله سبحانه وتعالى فهذا التكيف فقط عنده هذا الشيء الذي قاله عن الله سبحانه وتعالى وهو اولا به فاذا نسات الله سبحانه وتعالى في السماء عفوا كمان في شغلة الثالثة الرازح يطلع فيها متلبس فيها مكيف ايضا يثبت لله كيف انت تنفيه يعني على اساس انت منزه هو مشبه ومجسم يا اخي انتو ايش فهمكم انتو بتعرفوا بمزهب بتعرفوا بمزهب المجسمة والواهبي افتر من ابن شمس وطلع فلع الزنامي هذا له فيديو هذا ابن شمس بيقول من ينفي الكيف هو يعبده عدما ونصيرها صير عمل حال هاي بدي خصصلك عليها فيديو خالص هذا فيديو كامل هاي عن قضية نفي الكيف وعن قضية تفسيرك للتفسير فيديو بفيديو معاك معاك زمن طويل ايه طرح ايه من عندهي رجعنا الى ما يسمى بالتفسير او التويل او التحريف هو ايه يقول مر سبحانه وتعالى اه 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 اول التسجيل ابيقول ابيقول التفسير التفسير متل قول الاشاعر استوى استولى قال هذا هو اللي قالوا السلف بدون تفسير هلا ابيقول هذا لا تحريف ليك عبيحرف التفسير لا حوله ولا قوة الا انا ما بلشت الفيديو من اوله لانه هذاك بدي يخصص له بدي يخصص له يعني فيديو لحاله هذا قضية التفسير وقضية النفي الكيف كلا كلا بس من نركز على قضية انه كيف عم بيشرح لنا كلام رازي خلاص خلاص حسبك الان اذا اللي طلع معه هلا ان الرازي كافر وشد كفر من اليهود والنصارى والرازي يقول عن عن ربي حقيق لانه هذا لا بفرجيكم الفيديو مسمى كيف شتم الرازي يربه في تأويل العلو ثالثا الرازي ايضا مجسم ومشبه ومكيف مؤول ومحرف وانت ايش بقى طيب كنت انا مجهز لهذا الفيديو بدي يرد عليه من من نوقتي انه بعتولي هذا الفيديو هذا اللي معنونه انه كيف شتم الرازي يربه الواقع لما كنت فاضي بس حطيت هكا موسيقى على عجل وقلت يعني لا يجي وقتا فانا جيت مبارحة مجهزة دول وسائق واني على الاساس كانوا خمسة وسائق سبع وسائق وصلوا للخمسين او ستين او سبعين وسائق ان شاء الله يستطيع الان يعني اعطيكم ياهو اندفع وحدي او لخصوا قدر الامكان لكن اذا بدكن الخلاصة الرد على هذا الكلام فيما يتعلق بهذا الكلام قضية هذا الحاشي اللي عملة تحت ايدي عن قضية الرازي انا ردت شفويا بعدين ننتقل الوثيق اولا انت تقول قهال الرازي في تفسيره في سورية الملك تفسير اية الملك امينتم في السماء اولا في خلاف ان الرازي هل اكمل تفسيره خلاف مشهور ملك على ابن لياء وقيل انه هو ليس معروفا الى اين الى اين ليس معروفا بالضبط الى اين وقف فيه لكن قالوا انه على بعض الاقوال انه هو وقف عند سورة الانبياء يعني تقريبا يعني هذا اكثر من نصف القرآن لانهم قالوا اكملوا كله لانه نفس الاسلوب ونفس الى اخره لكن الاخرين قالوا لا في في تفسير صوت الواقع من المفاتيح الغير التفسير الرازي هو يقول يقول المؤلف وهذا قد بسطه الامام فخر الدين الرازي في الاصول او في كتبه الاصولية او ما الى ذلك طيب كيف اكملوا ده واحد غيره لذلك هم قالوا لا الرازي وقف عند سورة الانبياء ثم اكمله القمولي ثم اكمله وده واحد تاني ده الخوي خوي وبعضهم قال انه لا كما قلنا انه هذا كله هذا له هذا الشيء اولا اثبت العرش ثم النقش اولا في قلاف انه هل هذا كتبه الرازي ام لا اتنين على فرض انه اللي الرازي انت اجتزأت النص اجتزاءا كعادتك والرازي كان يقول او في اول الكلام قال المشبه او استدل المشبه بهذه الآية على ان لله مكان مش كما تزعم انه ينفون ان الله في السماء لا عذاب من في السماء أو أن مورد بها الله ثم بترت نص بنفورك الذي نقلت عنه نص السمرقندي والما تريدي والحليمي لما قالوا أنه هو في السماء لكن بدون مكان هذه بترته فإذا الخلاف ليس في قضية أنه في السماء أو على العرش قضية المكان والجهة لكن أنت إما لا تفهم أو لا بدك تفهم كما قال هذا صعب كذا الدابة التي تقرأ وتسمع وتقرأ ولا تفهم هو قال هذا من مداخلي الشيء الثالث الشيء الثالث قال يلزم فيلزم أن يكون فيلزم أن يكون الله شيئا حقير يلزم أنه قال أنتم أيها المشبهة تقولون الله في السماء بظاهر هذه الآية معنى ذلك أن السماء أكبر منه وأن الله أصغر منه هذا معنى حقيرا أنه معنى شيء صغير جدا لأن السماوات كلها في جانب العرش هو كحالقة في فلا كما رويه في بعض الآثار والله أعلم بصحتها طيب فإذن هو يقول شيء وأنت مرأ لو راجعت إلى الكتب اللغة وكتب الحديثة اللي تعرف أن كلمة حقير هذه معناها الصغير وقد تطلق مجازا عن الذليل وما إلى ذلك كما سنأتي في الوثائق فهو أصلا يلزمهم يقول لا إذا قلتم هذا فهذا يلزم أن الله شيئا صغير وهذا قاله قال بمثله ابن تيمية وابن عثيمين وصرح به السفارين الحنبلي صرح بنفس هذه العبارة أنه قضيت أنه لو كان جوهر بعد أن قال الله ليس بجسم ولا جوهر قال لأنه لو كان جوهر لكان لكان شيئا حقير يعني بمثل هذه العبارة وهذه أنت السفاريني بتستشهد فيه وتقول أنه هذا يعني هو إيش إيش اسمع أنه هذا يرد عليكم وكذا وإلى آخر وهذا أنا رددت عليك وبيّنت قضية السفاريني لما قلت أنه السفاريني عندكم كافر لأنكم توجبون النظر وهو قال أول واجب المعرفة وأنا بيّنت في فيديو أنه لو فتحت الفيديو لو فتحت الصفحة الثانية اللي أنت فتحت كتاب علي لو وجدت أنه هو نفسه شرح المؤلف هذا كلامه وقال أول واجب المعرفة عن طريق النظر أو بالنظر فقلت يعني وحتى الخضير هذا الشيخ عن طريق اليوتيوب قال أنه هذا الذي قاله السفاريني وهو تأثر بكلام بطريقة المتكلمين هذا هذا شيء فإذن الرازي أنت الذي ترد عليه لا هو أصلا نص ثابت له وتانيا إذا كان ثابت أنت اشتزقته ثالثا وحتى السياق يبين أنه يلزمهم كما سأريك أنا بعض الإزامات إذا أنت تعرف قضية دلالة التزام تش عرف هذه الدلالة المنطقية إيش عرف فيها أنت هاي رح فهم أول شيء فهم أنواع الدلالات دلالة مطابقة والالتزام وتضمن وبعدين تعرف فهم إيش إيش يقصد بها طيب الآن هذه نكتب بها مقدمة لحتى نبدأ بقاء عن طريق الوثائق فلتع لكم أنا طبعا من المقدمة طيب أخوان كرام نبدأ بالوثائق طبعا هذه أول وثيقة هذا هنا ما نشره هذا ابن شمس ما نشره على صفحته على الفيسبوك يعني هذا اشتزأه من تسجيع اليوتيوب وأخذه وعنوانه هكذا كيف شتم الرازي رب العالمين لكي يحرف معنى العلوب بالمناسبة أصلا أنت نسبتك العلو والمكان لا هو بحاد ذاته شتيمة لله لما تجعل هذا لما تجعل المكان صفت كمال لشخص لشخص لو تقول معالي الوزير تقصد معالي الوزير يعني معالي مكانيا هذه ممكن يجعل لك عقوبة على ذلك طيب ما لك برب العالمين طيب مهم نبدأ بهذه الوثيقة اللي هو اللي بدأ فيها لاحظ لاحظ هذا كتاب ضيان فضل علم السلف على علم الخلف تعرفوا يعني سأبين لكم كيف تكون الكهنوت الكهنوت الوهابية هاي اللي قاموا عليها عاموا عليها عملوا عليها زوبعة هذه قضية الشيخ وسامة كيف عميه إذن بالذكر وأنه هذا كهنوت وكذا طبعا أنا بالمناسبة أجهز لكم يعني وسائق قد تفوق المئة أو أكثر يعني حول هذه قضية الإذن بالذكر وما إلى ذلك حتى أريكم كيف الكهنوت الرسمي عند الوهابية مثلا لاحظونا هذا على أساس أنه هذا كتاب لئب الرجب وعلى أساس هذا من غير تفسير لها راح نزل لها تحت قال من غير تفسير يعني مثل العين هي الرعاية واليد هي القدرة وعلى أساس هذا تأويل وتقولوا هذا تحريف ولاحظ أنت سياق كلامه بالرجب كيف يكذبه لاحظ ولا خوضة في معانيها لاحظ قال لك هذا 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 هو المراد من غير تفسير يعني من غير تأويل صارت هو يستخدم التأويل ليؤول كلمة التفسير لاحظ هذا شيء هذا سأخصص لها مجلسا طيب تعال بقالي قضيت قال ولا تكيف لاحظ 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 هذا هذا مثال ثاني على الكحنوت الوهابي لاحظ من غير تكيف هو أصلا يقول في فيديو تاني أنه النفي التكيف هذا شيء اسمه مذهب الجهمية وهذا من نفه الكيف عن الله يعبد عدمه صار وانا جاء على الرازي قال مكيف لاحظ قال كقول الرازي الأشعر صاحب التفسير لاحظ كونه في السماء يقتضي كون السماء محيطا به من جميع الجوانب فيكون أصغر من السماء والسماء أصغر من العرش بكثير لاحظ فيلزم لاحظ هذه ما شاف كلمة فيلزم أن يكون الله تعالى حقيرا يعني يلزم على مذهب المشبهة أنه يكون شيئا حقيرا يعني صغيرا بالنسبة إلى العرش لاحظ قال في تفسير أمين تم في السماء لاحظ وبعدين بيروح بيجيب لك كلام من بورك أن نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصر ولنستجيز كلام أن نحكي كلام الجهمية لاحظ جعلوا جهمي كمان هذا بالمناسبة طيب هو لا أعز بيرلك قال وغيرك تكييف قال ولا تمثيل هذا مثل قول البوطي لما رفع يده وقال في شرح لي كبر اليقينيات الكونية يعني درس الصوت وقال أن يد الله كأيديهم قال إذن فكأننا نقول أن الله يد وإذا قلنا إن الله يد فإننا لا لا تعلم إلا هذه ورفع يده قال قال البوطي الأشعري قال سواء أنه ممثل سأتيك 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 بس أنا أعطيكم نمازج من الكهن الكهنوت الوهابين لاحظ الآن نبدأ بقى بالرد أولا لا تأمنوا جانب هذا الوهابين ولا أحد منهم لاحظ أنه يبترون النصوص هذا سبق أن فعله حينما نقل أنه الرازي هنا هذا في موضع آخر أو في كتاب آخر هذا محققه بن شمس هذا عقيد السلف للصابوني لما نقل على الرازي عن الإمام الغزالي لاحظ أنه يقول بقضية السحر لاحظ أنه لما قال يقول الغزالي من الخواص العجيبة المجربة ورسم جدول ورسم طلسم ولاحظ وقال أنه هذا يسر على الحامل لما ترجع إلى الكتاب وهذا نسبه إلى إيش نسبه للمنقذ من الضلال لما ترجع إلى المنقذ من الضلال تجده من أول الكلام ينقل عن ينقل عن السحرة يقول في سياق رده على السحرة الذين أنكروا أو في سياق ردي على الفلاسفة الذين أنكروا النبوات فرد عليهم بقال بأن النبوة طور وراء العقل كما أنكم أثبتتم أنتم أشياء من وراء العقل في خواص بعض المواد مثل هذه خاصية إيش خاصية العزف الأفيون خاصية عجيبة في التبريد وقد اعترفوا بخواص أعجب من هذا وراح سرد هذا وبيقول لك هذا طلسم إيش طلسم هذا عبارة عن أحرف و إيش اسمه أرقام لذلك من شمس إيش عميل راح حزف آخر هذا يعني هذا السطر الأخير من هذا وقال هذا في فيديو تبعه وأنا رديت عليه في 34 ستة تسجيلات قال هذا السطر الأخير قال هذا سحر نحلي ذلك حزفنا وهذا السعر وأنا قلت له لو ما هذا السطر الأخير سحر كان مفروض تحزف كل الجدول لأنه كله أرقام حتى تعرفوا أنه هذا كيف يعني يعني يبتر طيب تعالي الآن لقضية أنه أولا قلنا نحن الرازي مختلف أنه هل أكمل تفسيره أم لا وهذا بيّنه الشيخ الشيخ حسين الزهبي هذا المعاصر يعني لما تكلم في كتاب التفسير والمفسيرين وذكر الآراء في أنه بعضهم من قاضي شابقة لم يتم تفسيره لاحظ فإذا من الذي أكملت هذا التفسير وإلى أي موضع من وصل التفسير إلى الرازي إلاك هذه مشكلة لم نوفق إلى حلها لتضارب أقوال العلماء في هذا الموضوع وبالشمس ما له خبر الموضوع أصلا لاحظ وبعدين يجيب لك قاول مثلا أنه في كشف الظنون أنه هذا القمول صنف تكمل له صنف تكمل له أيضا هذا الخوي هذا أيضا أنه أكمل كمل عن القمول يعني لاحظتم وبيقوله هون أنه وصل وهذا كمان ذكره ابن حجر ابن حجر في أظن في الدرر الكامنة لاحظ فإذن أنه صار شبه اتفاق الآن أنه هذا القمول والخوي هذا أنه أكمل التفسير لكن إلى أي موضع وصلت الفخر الرازي في تفسير بيقولك في كشف الظنون أنه قيل أنه وصل إلى سورة الأنبياء وبعدين بيقولك أيضا هون أنه يعني بيذكر الخلاف أنه أو بالأحرى بيذكر الأدلة أدلة الطرفين يعني الذين قالوا مثلا أنه لم يكمل تفسيره قال وجدنا أنه قال في سورة الواقعة في تفسير سورة جزاء بمكان يعمل قال وجدنا هذه العبارة المسألة الأولى أصولية ذكرها الإمام فخر الدين رازي في مواضع كثيرة ونحن نذكر ها هذا يدل على أنه لم لاحظ لم يصف تفسير إلى هذه السورة لكن في مواضع أخرى مثلا في سورة المائدة قال عند قوله يا أيها الذين قمت الوساط يغسل وجهكم هذا قال وقد تعرضنا لموضوع النية في سورة البيينة فهذا يدل على العكس أنه أكمل تفسيره بعدين يصل إلى نتيجة أو يحرر ويقول لك ممكن هذا الرازي يكون له تفسير خاص بسورة البيينة وكذا هذي يذكرونها أما حالة الفغر الرازي إلى سورة البيينة فليس صريحا وأنه لعل له تفسير لسورة البيينة خاص غير هذا لأنه فعلا له تفسير وأن لي حلقات في قناتي على اليوتيوب عن قضية هذا مؤلفات الرازي بعدين أقول هذا وأعتقد أنه ليس حلا حاسما أيضا يعني بيقل لك أنه يعني صعب الكلام وفي أبحاث أطول من هاي بكثير أنا رأيت عن قضية أنه هل الرازي هل مفاتيح الغيب أو تفسير الرازي أكمله كله الرازي أم لا يعني شيء محير يعني أدلة للطرفين يعني الذين يقولون أنه أتمه والذين يقولون أنه يعني أدلة محيرة يعني ما يجعل الإنسان يصل إلى شيء وقد يصل يعني لكن هذا أقول على وجهة الآن وهذا أيضا كتاب آخر في علوم القرآن لمحمد عبد السلام كافي أيضا يستعرض هذا الموضوع ويذكر الأدلة وهنا في بكلام الشيخ محمد عسين الذاهبي في التفسير والمفسرون ويذكر أنه الخلاف إلى أي موضع وصل أنه ناس قالوا إلى وصل إلى سورة الأنبياء وكذا طيب هذا أول شيء أنه ليس هذا الموضع قد يحتمل أنه ليس هذا الموضع من كلامي لأنه هذا في سورة الملك وهنا قالوا أنتهى عند سورة الأنبياء أوقف هناك لكن لنفرض أنه لا هذا الموضع على القول الثاني أنه هذا الكتاب كله له طيب لأنه هون الشيخ حسين الذهبي بيذكر أنه من الأدلة أنه منهج واحد من أدلة من قال بأنه لا هو لاحظ بالأخير هون بيقول لك بل يجري الكتاب الأول إلى آخر على نمط واحد تجعل الناظر لا يستطيع أن يميز بين الأصل والتكملة لاحظ أنه هذا من الأدلة هذا كله تأليفه طيب لنفرض أنه لا تأليفه لاحظ هذا الكلام بدايته من تفسير الرازي لاحظ بلك وعلم لاحظ بعد يسوق الآيات وقول وعلم أن المشبع تج على إثبات المكان بقوله آمن تمن في السماء والجواب عنه أن هذه الآية لا يمكن إجراءه على ظاهرها وهلأ سأتيك من كلام ابن تيمية وابن عسيمين ووو إلى آخر أنه نعم لا يمكن إجراء على ظاهرها وبن عباس اللي أنت نقلت عنه كذا كلهم أولوا يعني إذا فيه إجماع على في هذه الآية فيه إجماع على التأويل وأنا أخصص صد مجلس خاص لهذا تأويل آية تأمين لاحظ بإذن الله طيب لا يمكن إجراءه على ظاهرة باتفاق المسلمين وحكى الإجماع لأن كونه في السماء يقتضي لاحظ كون السماء محيطا به من جميع الجوارب أبي 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 كلمة في السماء هذه ما تقتضي أن تكون السماء محيطة من جميع الجوارب حتى عربية ما بيعرف ما بيعرف أنه فيه الظرفية ويكون فيه يعني يجتم اشتعال الظرف على المظروف طيب طيب فيكون أصغر من السماء والسماء أصغر من العرش فيلزم أن يكون الله شيئا حقيرا حاشر لله طبعا لك يلزم يلزم الخصم أصلا ومعابي أقول أنا أقول بذلك لا حول ولا قوة إلا بالله لشوه هذا فهمان كلمة يلزم وذلك هذا من شمس وذلك باتفاق أهل الإسلام محال لأن الله لاحظ إلى يسرد أقوال ثم يقول أنه فيها تأويلات أنه مثلا أن يكون المقصود بأمين من في السماء لاحظ عذابه وهذا ينقل أمين من في السماء قال عذاب من في السماء إذن العذاب مقدر قضية العذاب لاحظ هنا ويذكر وجوها في التأويل أيضا أخرى أنه كما ترون هنا أن المقصود مثلا من في السماء سلطانه وملكه وقدرته وهذا أيضا ينقل أستاذنا الدكتور الزحيلي رحمه الله في كتابه التفسير المنير طيب ينقل عن الرازي تعال لأريك منين هذه إجابة منين هذه إجابة أنه قضيت محيطا لاحظ أنه يقول هذا من شمس منين هذه إجابة الرازي قال أنه هذا يلزم منه كونه في السماء يقضي كون السماء محيطة بهم جميع الجوانب قال هذا منين جابة هذا دليل على أن الرازي مكيف طيب تعال لجب لك ابن عسيمين هاي العقيدة الوسيطية العقيدة الوسيطية لابن تيمين شرح ابن عسيمين رحمه الله الجميع طيب لاحظ لاحظ بعد ما يقول لك أنه هذا الدليل على أن الله في السماء وأن الله في العلو كذا يعني في صفة العلو لاحظ والذي في السماء هو الله بعد أن يسود الآيات نعم أنت في السماء وهو دليل على علو الله لاحظ بعد ما يقول لك ولكن ها هنا إشكال وأن في للظرفية فإذا كان الله في السماء وفي للظرفية فإن الظرف محيط بالمظروف منين جاب هذا صحيح ابن عسيمين لاحظ أرأيت بعد ما يجيب لك هذا مثال أرأيت لو قلت لو قلت الماء في الكأس فالكأس محيطهم بالماء يا لطيف ابن عسيمين يشبه الله بالماء في الكأس منين جبته هذا منين جبته كيف فهمتها يا مولانا يا ابن الصلاح ما هو هيك عبي يقول أرأيت لو طيب هذي لو هذي متكلمت يلزم هناك هذي عبي يقول لك يلزم أنه لاحظ لاحظ عبي يقول لك هنا فيلزم أن يكون عبي يلزم بناء على مذهبه ومتلون لما تقول لو أو لأن أو كذا افتراض كله لاحظ أرأيت لو قلت الماء في الكأس فالكأس محيطهم بالماء وأوسع من الماء فإذا كان الله يقول آمنتوا من في السماء فهذا ظاهره أن السماء محيطة بالله هذا المنفس الذي قاله الرازي هنا اللي استشنعه هذا الشمس الشموسي تبعنا لما قال لاحظ لأن كونه في السماء يقتضي كون السماء محيطا به من جميع الجوانب قضيت هلأ فيكون أصغر من السماء هذه جيب لك يا أم كلام أيضا ابن تيمية وابن عثيمين لا تزعل كمان لاحظ هنا نرجع إلى كلامه لاحظ بإلك فإذا كان الله بقواه محل الشاهد من هذا ضرب المثال فإذا كان الله يقول آمنتوا من في السماء فهذا ظاهر فهذا ظاهر وأن السماء محيطة بالله وهذا ظاهر باطل جخبها النعم ظاهر باطل يعني نبدو تأويل ظاهر الكتاب والسنة باطلة لاحظ نقض غزله هنا بيقول الظاهر باطل بعدين بيقول لك ظاهر الآية بيقول لك هنا هذا ظاهر باطل بعدين بيقول لك لا ظاهر الكتاب والسنة ليس باطل لاحظ بعدين بيقول لك أحد جوابين أنه إما نجعل السماء بمعنى العلو وإما نجعل أنه فيه بمعنى علم وهذا كلاهما تأويل وصرف للآية عن ظاهرها لأن ظاهرها باطل الأجعلات تقول أكثر من ذلك الخلاب بقى بيصير على نوع التأويل بقى إيش تختار أنت طبعا هذا كله رد على ابن تيمية هنا لما يقول لك إن بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد هذا الفيديو السابق رأيته ابن شمس هذا بيقول نحن عندنا أن في السماء وهو على العرش واحد طيب هذا كلام ابن تيمية هذا عندك مين بيقول لك أنا ماني تيمية ولا وهابي ولا كيف بدك تضحك على مين تضحك على دول المتابعين دولي جيبوا من جيل تيك توك ومخلفات داعش ومددعوش ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعدين بيقول لك أنه لاحظ هنا الدليل على أنه إيش مؤولي لاحظ كون الله في السماء من توهم أن معنى كون الله في السماء أو أن كون السماء بمعنى أن السماء تحيط به أو تحويه فهو كاذب النقلة وغيره وظال إن اعتقده في ربه لاحظ هو نفسه بيقول لك أنه إذا بتعتقد ظهره يعني أنه هذا يعني مؤدى كلامه أنه إذا بتعتقد ظهره أنت كاذب إذا تعتقده أو كاذب إذا نقلته على غيرك أو وظال إن اعتقدته في ربك طيب لاحظ هنا بعدين هون بيقول لك أنه بيروح بأول آية آي من تمام في السماء قال فيه بمعنى على مثل لا أصنبكم في جزء النقل بعدين بيقول لك السماء بمعنى العرش لاحظ فيه بمعنى على هذه السبقة أن شرحته لاحظ وهو كلام عربي حقيقة لا مجال طبعا هذا مين بهمين من بين قضل يا ابن عثيمين هنا لما قال هذا الكلام هذا ليس الأمر على ما يقول على ما يقول ابن تيمية بدون أن يسميه طبعا لأنه هنا يقول لك ظاهر أنه لا هذه الظاهرة أن السماء تحيط به طيب طيب هلأ بتقول ليه عفوا نتابع إذن فالرازي يقول يلزم من قولكم أيها المشبهة أنه إذا حملت الآية على ظاهرها أنه يكون الله شيئا صغيرا أنتم على مذهبكم إذا قلتم بذلك يلزم يلزم تعرفش يعني يلزم الدكتوروح تدرس إجدالات الالتزام الدكتوروح تدرس سلم المنورق هذا في المنطق دلالة اللفظ هذا هنا يقول فيه دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة وجزءه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقله التزم هذا شرحه ليه القوينسي هنا يشرح ما معنى دلالة التزام لاحظ ويشرحها ويأتي بأمثلة عليها أن هذه الدلالة على اللازم تسمى التزام إن التزم اللازم في العقل أي الذين بأن لزم من تصور الملزوم في الذهن تصور ذلك اللازم سواء لزم مع ذلك في الخارج كالزوجية للأربع أو لم يلزمه بل كان منافع كالبصري العامة روح بدروس إيش مع أنت اللازم والملزوم هذا بس هذا منطق هذا منطق وهني بيقوله إيش منت منطقة منت منطقة فقد تزندق إذي شن حملي ابن تيمية رحمه الله ومن ومن تبعه على المنطق فإذا المنطق عندك منطق عندك زندق والطريب الموضوع هنا هذا أحمد الحازم هذا أحمد الحازم يكفر الأشعره ويشرح ويشرح كتبه مثلا له شرح على شرح القوينسي على متن السلم للأخضر لاحظتم يشرح شرح يعني هو القوينسي شرح على السلم وهو يشرح شرح القوينسي يعني إذا إذا قويسني القويسني بعد إذا قويسني هلأ هلأ أنا بدي أتركها هاي هيك غلط مش هاي يطلع يطلع لي يطلع لي بين شمسي اللي شوش اللي عم ينطق طيب فإذا هذه دلائت الالتزام دلائت الالتزام يعني أنه إذا قلت كذا يلزم قولكم كذا هذا مثل إيش مثل لما الباري عز وجل يقول أنه مثلا ولا لأن أشركت لا يحبط أن عملك ولا تكنا من الخاسرين هل هذا يعني ويخاطب النبي هل هذا يعني أن النبي من الخاسرين لا هو ينطه بشرط يعني يعني يعلقه على شرط أنه فإحباط العمل متوقف على الشرك لاحظ ولئن اتبع ولئن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي والنصير ولئن اتبعت أهواهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لا من الظالمين هل هذا يعني أن النبي الظالم حاشاه صلى الله عليه وسلم لكن هو يقول يعلقها على شرط يعني هذه إنه إذا اتبعت أهواهم كذا ونالرازي نفسه شاب يقول له إذا قلتم بظاهر الآية يلزم من قولكم كذا هو رحفة ما هذا رحفة ما بجمس أنه لا الرازي يقول الله هو شيء حقير والعياذ بالله لا حوله إذا أنت عقلك حقير يعني خلينا نقول هاي بأهوا لاحظتم هاي أنا أنا رددت على رددت يعني فهم سخيف فهمك سخيف فهمك تستطيع تعترض على الأولين والآخرين وهذه أنا ذكرت هذه ذكرت هذا في رسالتي أو في كتابي الكبير حول نقض نظري تقسيم التوحيد طبعا هذا مسود عندي لما استدلوا هنا بآية وإن سألتهم ما قال قسمه وتعوض يقولون الله أنه هذه دليل على إقرارهم بتوحيد الربوية وقلت وين ما في هذا في شرط لا إن سألتهم لا يقولون ما في هذا إقرار معلق يعني إذا سألتهم في المستقبل وأتيتهم بالدليل وفكروا وأنصفوا وأقروا وأزعنوا هناك حين إذن سيقررون أنا بالمناسبة لي كتاب الآن أحضره حواري 500 صحيحة أو أكثر عن هذه دلالة آية وإن سألت من خلق السموات أرضى على قضية التوحيد الربوية وأنا نقطط صبعا الاستدلال طيب تعال لنحاكم بهذا الفهم السقيم وكم من عائمة قولا صحيحة وقافته من الفهم السقيم تعال لنحتكم أو لنحاكم بعض مشايخ الوهبي بعض مشايخ هذا ابن شمس هذا دمشقي لأنه هذا ابن شمس يسأل عن الوهبي أنه مين المشايخ التي تنصحنا فذكر لهم إيش أنه هذا اسمه دمشقي في الرد على الأشائرة طابعوا يعني طيب تعال لنحاكم دمشقي وفق هذا الفهم الذي تقوله أنه إذا قال يلزم معناته متبني لهذا القول إذا كان يلزم أناس أو يلزم خصومه معناته متبني هذا القول مثلا لاحظ هنا هو هنا يقول فيلزمه إن كان أشعريا ألا يأتي من الأخبار في العقائد إلا بما كان متواترا إذن هنا دمشقية يرفض أحاديث الآحاد أنت زنديق يا دمشقية لأنك ترفض أحاديث الآحاد لاحظ طيب ما قال بس دمشقية هو يلزم الأشاعر أنه لا يحتجوا إلا بالمتواتر وكذا طبعا لا بغض النظر عن السياق لكنه خلونا بهذا السطر عرفتم شلون ويلزم خصومه عرفتم طيب تعال مثال أوضع هنا يقول يلزم من ذلك الطعن بهم طعن بالسلف لاحظ أنهم جاهلوا الحق الذي اهتدى إليه الخلف أو الخلوف من بعدهم أو أنهم علموه ولكن كتموه عن الأمة لاحظ هنا معناته دمشقية يقول بأن السلف جهل وبأنهم علموا العلم وكتموه طيب من يجبته إلا أنه قال يلزم بس وقال يلزم الأشاعرة ويلزم الصوفية طيب ما هون عبي يقول الرازق يلزم المشبهة يلزم المجسمة وانا بيقول لك وأعلم أن المشبهة احتجوا على إثوات المكان حرفته ليش ابن شمس هذا ليش بتر النص لاحظ أنا أجيكم من النص مرة تانية حتى تعرفوا ليش بيبتر هذا لاحظ ما جاب ما جاب أنه وأعلم أن المشبهة لاحظ فورا قال قول الرازق كونه في السماء يختضي كون السماء محيطا به لاحظ لما ترجع إلى هنا تجد لا وين هو يقول أنه أنه أعلم أن المشبهة احتجوا على إثوات المكان قادير راح بيقول لك لا الجواب عن ذلك لا يمكن إجراء الآية على الظاهرية لا يمكن إجراء الآية لأنه كونه في السماء يختضي أن السماء محيطا به فيقول أصغر من السماء طيب ما هذا احترف به ابن عثيمين قال لك هذا مثل لما يقول الماء في الكأس هذا يعني أن الكأس أكبر من الماء ويحيط بالماء وكذا وإلى آخره والآن سأأتيك بقضية الصغر والكبر والحقارة وكذا وإلى آخره سأأتيك الآن من السفاريني ومن تيمية ومن كذا طيب تعال تعال لنص ثالث نص ثالث بيقول لك هون الصوفية يجهلون هذا الفريق ويزعمون أشياء يلزمهم منها الاعتقاد بأنهم صاروا صحابة معنى دمشقية يقول الصوفية صحابة هو يقول يلزم الصوفية ليلزم الصوفية أنهم صاروا صحابة وفهم ابن شمس لا الصوفية نفسه دمشقية يقول عن الصوفية صحابة مثل هاي لما قال الرازي يلزم المشبهة أن يكون السماء أكبر من الله أو يكون حاشاه أنه شيئا صغيرا وكذا فهون يفهم ابن شمس أنه لا الرازي يقول هذا وكفر وقال هذا كفر وأن أخي القفر ليس كافر لا حاول لا أخوات ليك على الأشكال هاي لك فهمهم لاحظ مثال آخر فهمهم طبعا الكلام الآن اللي عم بيسمع بيقول ما في ذاعة لكل هاي دمس مفهوم طيب وفهمان هذو من أنا فهمهم لفعل ابن عمر على أنه من باب التبرك أن ابن عمر كان يتبرك أو يصلي بالأماكن الذي كان يصلي بها هو يتبرك بها أو كذا طيب أنه أعبدئ لهم فهمهم أعبدئ لهم الصوفي وكذا أنه فهمكم لفعل عمر على أنه من باب التبرك يلزم منه أن الصحابة كانوا يتبركون بالأماكن والآثار الأرضية التي كانوا يصلي رسول الله أو يقعد عليها معنى دمشقية يقول الصحابة يتبركون انتوا حزفوا وكلمة يلزم لانه ايك فعل هذا ابن شمس قال يلزم لما قال الرازي يلزم ومشبه حزف وحط والزمون والزمون وقالت اليهود وقالت اليهود عزين بن الله حزف قالت اليهود لا الله يقول اليهود اللي اسمع عزين بن الله قالت النصارى المسيح بن الله لا حزف لا حزف هون لسا لسا لأخوذ وهذا سؤل الظن والجناء على النصوص يلزم منه القدح في علم الله وقدرته وبين هذه مشقية يقول يقدح في علم الله يعني يقول عنه جاهل ويقول عنه عاجز وإلى آخري مثال آخر فيلزم من كلامهم أن الله لم يبين أحسن البيان وأن رسوله كتم أو جهل ما يجب تأويله ما يجب تأويله آه معنى تدي مشقية يقول أن الله ورسوله لم يبين الحق بل كتموه لاحظتم؟ وهيك عبي عبي يحزف كلمة يلزم هو عبي بتكلم مع الخصوم يعني هو الأجد المشقية بتكلم مع خصومه مع الأشعارة مع ما تريده مع الصوفي طيب 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 تعال ليش تروح بعيد تعال لابن شمس وجماعته هذا ابن شمس بيقلك أنه هذا من قال بأنه لا مكان فهذا مذهب الفوطية وكذا وإلى آخر بيجي واحد هذا هون بيشارك الحالي بيكتب أنه لاحظ الأشاعر دولي قالوا بأنه استوى استولى وهذا كفر ليش؟ معتقداته من كفرية لأنه هذا يلزم منه أنه كان عاجزا آه معناته تقولون أي يا جماعة ابن شمسي شمسية تقولون بأن الله عاجز لاحظ وهذا فيه القول يعني يلزم منه القول بأنه كان عاجزا لاحظتم وهذا ردبنا عليه وبينا أنه ابن تيمية نفسه يقول بأن الله أن الله مستولن لاحظ مستولن هذا مؤدد وكلامكم أنه لا يوصف الله بأنه مستولن أو يستولي لأن الاستيلاء يلزم العاجز طيب كيف لك عاب يقول ابن تيمية الله مو مستولي بس على العرش مستولي على كل شيء لاحظ مع أنه مستولي على كل شيء من السماء الأرض فما وجه اختصاص العرش به طيب ما هو كمان أيضا الله عالي على كل شيء فما وجه اختصاص اختصاصه بالعلو على العرش اللي هذا علو خاص طيب والاستلاء خاص طيب ما جواجبك أيضا قضيت أيضا ابن شمس نفسه يقول في أحد الفيديوهات أن الأشاعر قالوا بالكلام النفسه هذا يلزم منه أن الله أخرس أو يقولون بأن الله أخرس ابن شمس يقولون أن الله أخرس لاحظ هذا يغضب كلام الراجح هذا الواحد وحابب يقول لك وفيه إثبات لاحظ يقول لك أن كلام الله بحرف والصوت وأن هذا فيه رد على ما أنكر الصوت من الأشاعر والجهمية لاحظ وإلى أن يقول أنه جعلوا الرب كالأخرس لا يتكلم وهذا قاله في كتاب آخر هذا شرح حقيقة السلف للصابوني وبعض السلفية أيضا هنا بيجيبوا بقضية الأخرس أنه قولكم بالكلام النفسي أن الله متكلم كلام نفسي يلزم أن الأخرس يسمى أن الأخرس يسمى متكلما فإذا هذا معتا هلأ بفهم من حسب كلامك معتا بقول ها الراجح من الوهابية يقول الله أخرس لأنه يقول يلزم من من ذلك لأنه هو مرة أهل الشاعر ما قالوا الله أخرس هذا من عنكم من كيسكو أنت تلزموهم بذلك أنه يلزم منه أن يكون أخرس طيب تعال لجيب لك كلام ابن تيمية في قضية الصغر هذه والكبر لاحظونا لاحظونا يقول والحلولية يقول أنه يأتي ويجي لاحظ أنه وجاء ربك لاحظ لاحظ يقول أنه النفات يقول لا لا يجي الحلولية يقول يأتي ويجي بحيث يخلو منه مكان وإشغل مكان يعني ابن تيمية يمكن على الحلولية القائلين بهذا طيب إيش لك إيش بقي أكلاء إيش بقي إيش أتركت للمؤولة هذا تأويل إيش معنى يجي يعني يخلو من مكان ويحل بمكان هذا قول هذا قول الحلولية لاحظتم هذا بيقول له ليش لأنه يخلو منه العرش ويصير فوق بعض بعض المخلوقات فوقه لك إيش أنه هذا محذور عند المتابعة وبعدين بيقول لك إيش بيقول لك لا سيما إذا قالوا هذه الحلولية إنه يحويه بعض المخلوقات فتكون أكبر منه سبحانه وتعالى عما يقولون لاحظ وبعدين بيقول لك وكذلك قول من قال أنه قول أنت من في السماء إن كان أحد من إن كان قد قاله أحد أو إن كان قد قال أحد إنه في جوف السماء فوشره شره قولا من هؤلاء من يقول بظاهر هذه الآية يعني في الله في جوف السماء يعني شره قول من هؤلاء ليش لأنه بيصير بعض المخلوقات اللي هي السماء أكبر منه نعاصل نعاصل وبعدين هون بيقول لك إن كان أحد هنا يشكك إنه أحد قال قاله لاحظ هناك بالحموي بيقول لك لا ما قاله أحد ما قال أحد من العالمين إنه آمنت من في السماء هذا يعني الله محوي في السماء لاحظ هنا لك ما قاله أحد لاحظ أنه إذا تقول هكذا كون الله في السماء يعني أن السماء تحويه فأنت كاذب أن قلتها عن غيرك ليش قال ما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ من هذا اللفظ ما في أحد من العالمين قاله لاحظ هذا هون بيقول لك ما في أحد من العالمين قاله لا هون بيعترف لا أنه في من قاله لاحظتم ولاحظ هنا أنه بيقول لك هون بيقول لك هون إن كان أحد هون بيتردد أول شي إن كان أحد لا وعدين بهون ومن قال إنه في السماء فمراده أنه في العلو ليس مراده ليس مراده أنه في جوف الأفلاك إلا أن بعض الجهال يتوهم ذلك إذن في ناس تتوهم هذا التوهم